فخامتاً أخا الرئيس حفظك الله أن أخا الرئيس حفظك الله نحن سنحتفل ولوخلنا بتلك هرباء وسنحتفل ولوحبتم مياه وسنحتفل ولو نحن بتنطرقات وسنحتفل ولو نحن بدون أي مشروع أقامته الدولة منذ أن دخلنا هذا المكان مجمعاً حكومي لسنوات أنه أطالب به وقد وعدوا ثم وعدوا ثم مجمعاً حكومي يحفظ كرامة مدرع الأموم ويحفظ كرامة موظفي الدولة لم نحصل عليه إلى الآن مجمعاً حكومي يخرجنا من أن نكون في الدكاكين هناك مكاتب في الدكاكين فخامتاً رئيس دكاكين نحن في الدكاكين مكاتبك في الدكاكين وعلى من قبل سأكون في دكاك فيتم مع مأبيتم رئيس الحكومة أكثر من مرة وأنا أصل إليك بأوراقي من أجل المجمع الحكومي من أجل مستشفى العام في الخوق من أجل تطوير مستشفى حيسن لا نجد إلا العذور الأحبار لا نجد إلا الوعود حباً لها حباً لها من حكومة وتنبلها من منصب أعتليه الآن أبناء أنا يدره تحت الأشجار وتحت الخيام ونحن نتضار وجوعاً ونزداد جهلاً والله لن يكون والله لن يكون لو يكون أدعى أخذهم في حياتهم لن يكون سندرسه وندرسه ونتعلم وسندحر هذا العدو وسنكسر الحصار نحن في حصار نحن محاصرون من الصديق والعدو نحن في حصار من الصديق والعدو الصديق يمنعنا من التقدم والعدو يحاصن كل جهة إلى الآن لم يصل وزير عندي إلى الآن لم يصل وكيل عندي يبنى وأقولها بمليفمي يبنى هناك وزراء لا يعرفون أن الخوة محررة وحيث محررة يعاملون أننا غير محررين ويعامل جميعنا نازحين مرتباتنا موقفة مدرسون يدرسون دعاً الأشجار بدون المرتب مدرساتنا متطوعات والرسميات لا يستطيعون مرتبات قهر وأي قهر بوس وأي بوس سنقلبه إن شاء الله انتصار وسنقلبه إن شاء الله سعادة هو أبعدكم إذا أحياني الله واستمريكم ولو فترة قصيرة إلا أحوال كرمتكم وأجعل الدولة تجري بعدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر